السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي مرحبا بكم في درس اليوم درس اليوم هو درس مهم جدا سأريكم بعض الأدوات الخطيرة جدا والتي تستخدم في مجال تحقيق الجناء الرقمي وهو مجال تستخدمه الشرطة من أجل استنباط الأدلة الرقمية ومعرفة ما إذا كان مثلا مجرم أو شخص ما قام ببعض النشاطات على حاسوبه لكن على العموم في درسنا لهذا اليوم سأريكم أصدقائي كيف يمكنكم أن تستخرجوا معلومات من قرص صلب حتى ولو تم فرمطته فكما تشاهدون أمامكم أصدقائي هذا القرص كان قرص صلب لحاسوب لكن تمت فرمطته بكون أننا عندما ندخل إلى هذا القرص صلب كما تشاهدون فإننا نجد على أنه تمت فرمطته ولا توجد أي بيانات إلا أنه رغم ذلك أصدقائي سنستطيع استخراج مجموعة من البيانات التي ستجعلكم منبهرين كما ستشاهدون فما سنحتاجه في درس اليوم سنحتاج إلى برنامجين البرنامج الأول يسمى FTK Imager وFTK Imager هو عبارة عن برنامج سيقوم باستنباط الأدلة الرقمية الموجودة في هذا القرص صلب وسنستخدم برنامج أوتوبسي من أجل تحليلها نبدأ أولا ببرنامج FTK Imager وطريقة التعامل معه أولا نفتح البرنامج ثم نفتح البرنامج كما تشاهدون أصدقائي بعد فتح البرنامج نقوم أولا بالضغط على هذه الأيقونة من أجل إضافة دليل رقمي طبعا نحن نود استخراج وعمل استنباط للأدلة الرقمية من قرص صلب إذن Physical Adrive ثم Next بعد ذلك سنختاره كما تشاهدون ScanDisk 128 بعد ذلك ننقر على Finish طبعا نحن نحن نقوم بإضافة الحال بعد أن يظهر القرص صلب الآن بعد أن يظهر القرص صلب ننقر عليه بالزر الثقر الأيمن ثم نختار Export Disk Image ثم بعد ذلك ننقر Add ثم نختار Row ثم Next ثم هنا يعني هذه معلومات خاصة بالشرطة يعني Case Number وإلى غيره هذه معلومات خاصة بالشرطة وبالمحققين وبالتالي نحن سنتجوجها سنختار فقط مكان تحفيظ هذه الصورة على هذا الشكل ثم بعد ذلك نقوم بإستسمية الدليل الرقني مثلا أو أي شيء أمين أو أي شيء نختار أمين ثم بعد ذلك نختار Finish عفوا إذن Existing File نعم إذن سأختار أمين Day ثم Finish إذن بعد ذلك أختار Star المدة طويلة جدا يعني يمكن أن تتجاوز يعني ساعة والساعتين على حسب سعة القرصال لهذا فأنا سبق لي وكما لاحظتم أنني سبق لي وقمت باستنباط لهذه الأدلة فعلى العموم سأقوم بإيقاف العملية ثم نذهب مباشرة للشرح البرنامج الثاني البرنامج الثاني هو Autopsy طبعا الحال أصدقائي جميع الروابط تجدونها في الأسفل من أجل التحميل إذن لاحظوا معي أننا سنفتح البرنامج طبعا البرنامج هو مجاني وللإشارة أنه توجد أدوات أقوى من Autopsy لكنها مدفوعة لهذا وليست فقط مدفوعة لكن حتى يعني تمنها مرتفع جدا إذن على العموم سنرجع إلى برنامجنا المجاني Autopsy ننقر على New Case ثم بعد ذلك Case Name يعني أكتب أي شيء طبعا هذه المعلومات للمصطلحات هي مصطلحات الشرطة فنحن نكتب أي شيء مثلا ثم Next إذن هذه معلومات خاصة بالشرطة تكتبها نحن سنتجاوزها ثم بعد ذلك ننتظر إذن جميل جدا الآن سنختار Disk Image ثم Next ثم نختار يعني الملف الذي حصلنا عليه ثم بعد ذلك نختار Next طبعا هذه المعلومات التي نود استخراجها ننقر على Next ثم ننتظر أن ينتهي البرنامج من سحب البيانات طبعا هذه الحال هنا فقط سأتأكد نوعا ما هل يعني شابي نوعا ما أوكي لا مشكلة إذن ننتظر طبعا هذه العملية كذلك تأخذ وقت طويل جدا لهذا سأقوم أنا شخصيا بإيقاف تسجيل ثم أعود إليكم بعد أن ننتهي إذن أصدقائي انتهينا الآن ننقر على Finish بعد ذلك نأتي إلى View ثم File Tape by Extension شاهدوا معي أولا الصور شاهدوا معي أصدقائي كمية الصور التي تم استرجعها 38,340 صورة هذه الصور أي صور مرت على هذا القرص الصب إذن شاهدوا معي أن حتى الحاسوب الحاسوب أصبح غير قادر على شاهدوا يعني تشنج يعني شاهدوا معي أنا لا مشكلة إذن شاهدوا معي كمية الصور شاهدوا معي كمية الفيديوهات شاهدوا معي كمية يعني الرسائل الصوتية أو الملفات الصوتية شاهدوا معي كذلك أصدقائي هذه بالنسبة للملفات المحدوفة نرجع كذلك إلى Web History شاهدوا معي حتى المواقع التي ظهرتها شاهدوا معي المواقع التي ظهرتها وكذلك بالتاريخ والوقت ويعني مجموعة من المعلومات يعني حتى الحساب الذي مثلا حتى في الفيسبوك الحسابات التي تم فتحها في الفيسبوك وإلى غير ذلك يعني مجموعة من المعلومات أصدقائي من قرص الصب يعني يظهر أنه فارغ لكنه كما تشاهدون يعني يكتنز مجموعة ومجموعة من الإيميلات فأتمنى من صاحب القد أن يكون درس اليوم قد كان مفيد لكم وقد استفدتم لا تبخلوا علينا بالنقر على الزر لايك أصدقائي كتشجيع منكم إن استفدتم غير ذلك إن شاء الله أضرب لكم موعد في فيديو قادم بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم فأمين الله لا تنسوا الاشتراك بالقناة أزيد من 2 مليون ونصف مشترك إلى اللقاء اشتركوا في القناة